اهلا وسهلا بحضراتكم الجديد بعد هذا الفاصل واستكمال الحديث عن المرحلة القادمة بالنسبة للقرى المصرية والموقف بالنسبة للمرحلة القادمة كنت بتكلم معاكم ان خلال الساعات القليلة الماضية كان في اجتماعات مسمرة في هذا الشأن تمت خلال اليومين اللي فاتوا حتى بالامس بالامس حتى الاجتماع المسمر والكل كان بتكلم عليه اجتماع دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة مع مجلس ادارة النادي الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي الاجتماع هو اجتماع لكل الاطراف ومهم جدا لما بناخد قرار او لما بيتخذ موقف بالنسبة لمسابقة القرار او الموقف بيبقاش لطرف ويتبلغ والباقي بيبقاش لسه عارف لا الهدف من الاجتماع او الهدف من مثل هذه الاجتماعات ان يكون الاطراف كلها مجتمعة لاتخاذ قرار الكل يكون على دراية به قبل ما يتخذ هذا القرار الاجتماع بالامس ليس كان مع جهة لوحدها والجهات الاخرى ليست موجودة في الاجتماع بالعكس اجتماع الامس كل الاطراف المعنية كانت موجودة في هذا الاجتماع لبحث سوبر اتخاذ القرار الامسل للمصلحة العامة للكراء المصرية وللمصلحة العامة بالنسبة لهذه المسابقة الاغلى بالنسبة للكراء المصرية والنادي الاهلي تحديدا في هذا الملف بيعلي دايما المصلحة العلية للبلاد والمصلحة الوطنية للبلاد وفكرة كمان ان تأجيل عدد من المبرايات خلال فترات سابق او خلال المرحلة القادمة سواء لدواع امنية او لظروف ما النادي الاهلي بيقدر دا جيدا لكن بشكل عام ومهم جدا وحنا منتكلم في هذه الجزئية لما بيتخذ قرار او لما بيتم منقشة قرار بيتم منقشة القرار مع كل الاطراف المعنية بهذا الموضوع اجتماع الامس ليس اجتماع مع النادي الاهلي فقط اجتماع مع النادي الاهلي وايضا الاطراف المعنية بالموضوع كانت بالتأكيد مشاركة في هذا القرار وتعي جيدا الهدف من هذا القرار بالنسبة للمرحلة القادمة لان كمان في جزئية مهمة جدا وحنا لما بيكون عندنا مشكلة في مسابقة او تأجيل مباراة لظرف امني وده بيحصل في العالم كله على فكرة ما بيحصلش في مصر بس حصل في اسبانيا وبيحصل في امريكا وبيحصل في فرنسا ببالعكس حصل في فرنسا اثناء مباراة هيا بتقام لسه في بدايتها مباراة تم إلغاء وحصل في الدورة الانجليزية في مباراة كثيرة قبل مباراة بنصر ساعة بيتم تأجيلها لدواء عامنية ده بيحصل بس الفكرة في ايه وانا النادي الاهلي كان عايز يقول ده ايه ان لازم يكون في لغة حوار ولغة الحوار دي حصلت امبارح هو ده بقى الشيء الاهم اللي احنا بنتكلم فيه لما حد بياخد قرار لازم يكون فيه لغة حوار ولازم يكون فيه خطاب للجميع لان في النهاية انتش بتلعب لوحدك او انا بلعب لوحدي او انا باخد دور البطولة لو خدت القرار او عرفت التوجه وبالتالي اطلع اقول انا عملت كذا فكرة مش في كده الفكرة اللي احنا كلنا لازم نتفق على هدف واحد وارتقاء المسابقة والارتقاء بانفسنا بيأتي من هذا الحوار وهذا الاجتماع مثل هذه الاجتماعات اندلت بالدل على شيء مهم جدا ان تقدير الدولة للنادي الاهلي وتقدير النادي الاهلي لكل مؤسسات الدولة وتقدير النادي الاهلي ايضا لكل المؤسسات الرياضية ده الهدف الاسمة اللي احنا بنسعاله وزي ما قلتلكم تاجيل اي مباراة لأي ظرف امني كلنا وقفين في ظهر هذا القرار لكن مهم جدا لما بيتخذ هذا القرار لازم الاطراف المعنية بالقرار تكون عارفة الاسباب ودرسة الاسباب وعارفة كل معطيات هذه الاسباب وده حصل في فترات سابقة لكن الجديد علينا اللي كان غريب بالنسبة لنا ان كانت فيه امور بتتخذ فيها قرارات دون الرجوع او دون منقشة القرار مع الاندية شريكة في هذه المباراة مش هتكلم في تفاصيل الليحة لان خلاص فكرة الليحة واللي اتقال في الليحة اتقال خلال الفترة السابقة وده مهم نبني عليه في الفترة اللي جاي على فكرة اه الناس عارفت تفاصيل بتاعت الليحة وان زي الليحة فيها تضارف الاختصاص ما بين الموافقات الامنية ومن اللي ليه الدور النادي ولا الاتحاد وحتى في العقوبات وليحة المسابقات ولايحة الانضباط كل هذه الامور الليحة لما تم عرضها في الحلقات السابقة كشفت امور كتير جدا اعتقد مهم جدا في فترة الاربعين يوم يتم علاجها واصلحها وارسالها للاندية مش علاجها واصلحها فقط لا وارسالها للاندية يجب على اتحاد القرى ان يرسل الاندية اللوايحة المنظمة للمسابقة ده مهم جدا عشان كل طرف يبقى عارف ايه الحقوق اللي ليه وايه الواجبات اللي عليه ده شيء مهم جدا عشان كل طرف يبقى عارف لما بيكلم من منطلق اي موضوع يبقى عارف الليحة بتقول ايه انا المسؤول ولا الاتحاد المسؤول طب لو صدر القرار لغة الحوار ما بيننا بتبقى ازاي ده مهم جدا عشان في النهاية المسألة ما بيننا لازم تكون في نطاق رياضي ولازم تكون في نطاق الملعب المكسب والخسارة جوه الملعب فقط عمر المكسب والخسارة ما كان بره الملعب لو حد بيفكر ان ياخد الفكرة دي بره الملعب من سكة النادي القالة او سكة اي مؤسسة رادية حريصة على مصلحة البلد فترة اللي جاية محتاجين كلنا نهدى ومحتاجين كلنا نركز ومحتاجين كلنا نشتغل ونشوف اللوايح العواري اللي موجود فيها والمسؤول عنها يحلها وبعد ما يحلها يرسلها للاندية قال بالعكس كمان ده المفروض كمان بيتم وضع ورش عمل لو منقشت اللوايح قبل بداية اي موسم ونشوف الاخطاء اللي كانت موجودة في فترات سابقة ويتم التغاضي عنها ده شيء مهم جدا وعشان ده يحصل اتمنى ما عرفش ممكن يحصل لو ما يحصلش بس اتمنى خلال الاربعين يوم يكون فيه ربطة للاندية الدور المحترفين في الفترة اللي جاية مثل هذه الامور هي اللي هتسهل الاجراءات على كل المسؤولين كل واحدة يقوم بدوره كل واحدة يبعارف اللي ليه واللي عليه الاتحاد هيبعارف درو ايه ربطة الاندية المحترفة تبعارف دورها ايه الاندية تبعارف دورها ايه وفي نفس الوقت ما فيش حد يطلع يقول انا عايز اعمل كذا ومش عايز اعمل كذا لا فيه ربطة خلاص هي اللي بتدير المسابقة والربطة اللي بتدير المسابقة بتديرها من خلال مشروع لائحي بتنفذ هذا المشروع على كل الاندية وفيه لجنة مسابقات اي ما بدورها بجد لجنة مسابقات بتشوف ازاي ترتيب المباراة ازاي تنفذ بالحرف الواحد ولما يحصل تأجيل او يحصل اي ظرف بتدعو الاطراف اللي موجودة صاحبة هذه المباراة وبيتموا منقشتها في هذا الموضوع لايجاد حل او ايجاد